حضرتك قمت بتأسيس Idea Developers بمصر وكان إلك يد كبير في تأسيس iPark في الأردن إيش برأيك الميزات اللي بتضيفها لحضنة الأعمال على A.B.E. Startup وإمتى لازم على الأعمال الناشئة أو الشركات الناشئة تخرج من حضنات الأعمال؟ حضنات الأعمال بشكل أساسي بتمكن الرياديين أو المؤسسين أو الشركات الناشئة من التركيز على الجزء الأساسي من عملهم القيمة المضافة اللي هم بحققوها وبتشيل عن ظاهرهم أي وجع راس أو تعب سواء بتعلق بتأسيس المكتب بالحصول على مساحة صغيرة من الأمور القانونية تأسيس الشركات لأمور المحاسبية الخدمات المساندة إلى آخره حضنات الأعمال ينبغي لها أن تزيد من فرص نجاح الشركات الناشئة وتقلل من فرص نجاح فشلها وباعتقادي أنه دور أساسي لحضنات الأعمال هي تكوين مجتمعات ريادية مصغرة بحيث أنه حتى مع وجود النقص في الخدمات الاستراتيجية أو الخدمات المساندة في حضنات الأعمال مجرد وجود عدد من الشركات في مكان واحد يمكن هذه الشركات من أنها تدعم بعضها لبعض وأنها تستغل أي خدمة أو موارد موجودة لوحدة من الشركات لمساعدة الشركات الأخرى أنا باعتقادي أنه حضنات الأعمال يعني مفروض أنها تنتشر في كل مدينة وفي كل حي في العالم العربي بالتأكيد يعني بآي ديفيلوبرز كان في دور مهم جدا للحاضنة موازلة للصندوق ولما أسسنا آي بارك بعمان يعني كنا محظظين أنه آي بارك كانت يعني ضمن بيئة مناسبة جدا بالجمعية العلمية الملكية ويعني ما كنا متوقعين أنه يكون عدد الشركات الراغبة بالانضمام بالآي بارك هو العدد اللي شفناه والعدد يعني التعدى كل توقعاتنا موسيقى